اشتركوا في القناة العربية في كندا المؤتمر ليه اهداف كتيرة والمؤتمر المنظمين ليه بيقولوا ان هو اكبر مؤتمر في نورسا امريكا احنا نتمنى له ان يكون اكبر مؤتمر على مستوى المهجر بشكل عام ونتمنى له ان يكون وسيلة فعالة وقوية اولا دعم وترابط الجالية المصرية والجالية العربية في كندا ثانيا لدعم مصر ولدعم المصريين بشكل عام ولدعم قضيانا في المنطقة العربية بشكل اكبر معانا اه الدكتور هاني شنود رئيس اتحاد نشاطاء اعباط كندا اه المنظمة التي تنظم هذا اه المؤتمر اه دكتور هاني ازايك ايوه انا سامع الصوت بعيد شوية اهلا اهلا بك انا سامع كويس يا دكتور وصوتك كويس دكتور هاني ايه اخبار المؤتمر اللي ان شاء الله هينعقد يوم واحد ابريل واثنين ابريل ايه الاخبار لغا دلوقت المؤتمر ماشي بإزم ربنا زي التبتكيبات يوم الكمع حيبقى ورش عمل لمنفض عضايا المطروحة وده في اي بي بالتعواج فقط ويوم السبت حيبقى عشر تكريم الضيوف وتكريم الناس اللي جايين من بلاد مختلفة وحيبقى فيه برنامج ليوم السبت كمان اللي هو مكتوح للبابلك يعني وحيبقى فيه في البداية بتاعت اليوم هتكريم الساعة كمسة بعد الضخ في ميكشور في ميسوساجا هيبقى فيه في الاول للناس مع الضيوف بحيث يتنقصوا فيه العضايا المطروحة في برنامج المؤتمر وبعدين حيبقى الفضل بتاعت العشاء والسبيتشز بتاعت الضيوف وحيبقى من سبعة تسعة بضلت العشاء والسبيتشز وبعدين انتسى حيبقى فيه فترة اخرى دي الاسئلة والاجابات على دكتور هاني ده برنامج الحفل اللي حضرتك قلته يترى من خمسة سبعة تقريبا واي اسئلة خاصة دي بالعضايا المطروحة تكون عند الديوكي حبو التنفس فيها فبإذن ربنا اليوم الجالة دي الاسئلة حيبقى البلنامج طوي شوية يبطيب يبطيب النساعة كسر النساعة خمسة مزور واليخلص على حوالي خمسة عشر اوة حداشر دكتور هاني حضرتك حضرتك اتكلمت عن الفقرات بتاعت المؤتمر دكتور هاني ياريت تكون سمعني دكتور هاني بتسمعني دكتور هاني بتسمعني لو سمحت الستيديو يتأكد ان الدكتور هاني سمعني حضرتك اتكلمت عن الفقرات المؤتمر كنت عايز بصرفتك رئيس الاتحاد من شطاء عباط كندا المنظمة الدعية للمؤتمر تقول لنا ايه هي اهداف المؤتمر ايه اللي خلاكم تعملوا مؤتمر في الوقت دوت وتجيبوا المجموعة الكبيرة اللي جاية من مصر وتدعو لهذا المؤتمر بشكل اه عام انا عايز الحقيقة اركز انه اه اه الدعوة مش بس قائمة على الجنوب اللي جايين من مصر ان كان ده دولا اللي فيه بدور محيط جدا لكن التركيز كمان حيبقى على اه الجنوب الموجنين في كندا اه جايين لناس شخصية مرموقة من اه كندا ايوة شخصية مرموقة من اوروبا ومن امريكا اه الموضوع الرئيسي اللي احنا اه يعني طرحناه للمناقشة حيبة في مجموعة موضوعات حقيقة لكن اه خلينا ابتدي بالموضوع الرئيسي انه هو مناقشة قوانين اصدراء الهديان قانون الموضوع الرئيسي المطبق بنشورة اه غير عاجلة اه اه ومشتدن ك اه سلاح مسلط على لقاب المفكرين نعم والكتاب و اه بحط حجود اه 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 الحياة الحياة منقشة هزه الحياة منقشة هذه الفقرة بالذات او هذه النقطة بالذات في في منتهى الاهمية دكتور لانه اه الموضوع مش موضوع سجن فاطمان عوط والاسلام البحيري ولا الاربع اطفال الموضوع موضوع المادة 98 اللي لازم تتشار من قانون العقوبات المصري وحضرتك بتقول ان المؤتمر هيناقش هذه الفقرة وهيحاول يكون من القوى السياسية الضاغطة اه اللي بتطالب بحذف هذه الفقرة من قانون العقوبات اه المصري ده حضرتك اول اهداف المؤتمر ايه الاهداف التاني للمؤتمر اه من الاهداف المهمة للمؤتمر اه تكوين اه جبهة اه مصرية اه كندية يكون لها دور فاعل في حاجتين في السياسة المصرية في الداخل اه مصر العربية اه ويكون لها دور فاعل في السياسة الكندية نكون مؤثرين قادرين ان احنا اه اه يكون لنا صوت ووجود على خريطة صناعة القرار الفياسي في كندا كمان ايوه اه 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 دولة اه مهمين مؤتمر اهم اه 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 اجتماعنا اه اه في واحد واثنين ايوه ايوه اه الا جانب هذا منقشت اه قضية الحريات بصورة عامة في مصر منقشت كيفية اه 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 اجاج دور فاعل للمعاجرين المصريين اه في الخارج لمساعدة مصر في رسم قضايا في تشكيل السياسة الداخلية المصرية والسياسة الخارجية وإزاي نقدر نكون مؤثرين كمهاجرين مصريين ومواطنين مصريين مقيمين في الخارج لمساعدة مصر في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصاد يعني دكتور هاني المؤتمر بيهدف لتكوين مجموعة سياسية قوية وفعالة لتكون أحد المجموعات السياسية المؤثرة في صنع القرار المصري وتكون أحد المجموعات السياسية المؤثرة في صنع القرار السياسي الكندي في هذا الوقت النقطة الأخيرة اللي اللي عايزك النقطة الأخيرة اللي عايز حضرتك توضحها للناس حرصنا أنه مجموعة الناس اللي تكون مشتركة في المؤتمر يكونوا كمان من منظمات المشاطاء في أوروبا مدعوين للحضور سواء بأكبر عدد ممكن أو على الأقل بمؤتدين يحطوا الخطوط العريضة اللي إحنا بنشوف أنها ممكن تكون فاعلة في تشكيل رأي قوي في أوروبا وإمريكا الشمالية لمساعدة صناعة القرار في مصر وربط الجالية المصرية سواء في كندا أو مصر عن طريق برينستورمينج في ورش العمل إزاي إن يكون لنا دور مؤثر في صناعة القرار كان فيه دعوات تنورية كتيرة في فترة الفاجر بتطالب أنه لازم مصر كحكومة وكقيادة تستفيد من خبرات وقدرات ومكانة المصريين الموجودين في الخارج دكتور هاني لو تسمعني حضرتك اتكلمت في عدة نقاط في غاية الأهمية الحقيقة دكتور هاني يا ريت تسمعني بليس الدكتور هاني تكلم في عدة نقاط أولا تكوين مجموعة ضغط سياسي مصري لتكون أحد المجموعات السياسية التي تشارك في صنع القرار السياسي في مصر وتكوين مجموعة سياسية مصرية كندية على الأرض كندية التي تكون أحد المجموعات السياسية المؤثرة في صنع القرار السياسي في كندا تاني حاجة اشتراك كل النشطاء في أوروبا وفي نورتس أمريكا لتوصيل رسالة معينة إلى الحكومة المصرية والخروج بتوصيات ستوضع في مكان الاعتبار عند الحكومة المصرية معنا واحد من اللي هيسافره حوالي خمسمائة كيلو أولا بنشكر الدكتور هنا على وجوده معنا وعلى وقته ونتمنى له نجاح المؤتمر وإن شاء الله يكون المؤتمر نجح ويكون بداية لأعمال مصرية جميلة على أرض كندية معنا واحد من الناس اللي هيسافره خمسمائة كيلو رايح وخمسمائة كيلو جاي علشان يشارك في المؤتمر معنا واحد عاش حياته كلها وسخر حياته كلها للنضال من أجل الليبرالية ومن أجل الدموقراطية في مصر وأخيرا رست سفنته في أرض كندا أرض الحريات وأرض الدموقراطية وأرض حقوق الإنسان الأستاذ سعيد شعيب إزيك؟ أستاذ سعيد شعيب تسمعني؟ أستاذ سعيد معنا؟ ألو؟ أيوة أستاذ سعيد إزيك؟ أهلا بيك أستاذ سعيد أولي أهلا بيك إزيك أستاذ سعيد حضرتك جايب من قطوة لتورنطو علشان تشارك في المؤتمر أولا أهلا بيك أستاذ سعيد يا أهلا بيك أستاذ سعيد ألوّ تسمعني أيوة سعيد؟ أهلا بيك أستاذ سعيد جايب طبعا نعم نعم صحيح نعم لكن الحقيقة والساس سعيد لو تتفع معايا انه اي دعم للدولة المصرية في ذلك الوقت يعتبر دعم للنظام واي صوت معارض للدولة المصرية في ذلك الوقت يعتبر دعم اه او بيتخذ على انه دعم لجماعة اه لجماعة الاخوان المسلمين انت حضرتك اه انا متفق معاك ان احنا اه اتفاقنا واختلافنا اه مع اي نظام يحكم البلد هو اه 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 نتفق من اجل مصر نتفق مع هذا النظام او نختلف مع هذا النظام وانا مبارك وانا غيره لأ مش اشخاص مصر اكبر من الكل يعني ان انا عارض السيسي ده عامر عادي جدا يا مش فيه حاجة وكناك تأهي جسيتي ده عامر عادي يعني اه ده اختلاف وجهة النظام لكن الذي لا يختلف عليه هو الدولة المصرية الدولة المصرية ديت ان احنا المفروض كلنا لعب جنبها وانتعامها ونشميها لانها هي اللي حنينا كلنا اه ده صحيح ومصر اكبر ومصر اكبر من كل ومصر اكبر من كل الاسماء وكل الاسماء سترحل وسيبقى اه الوطن ومن اجل مصر نتفق مع اي شخص ومن اجل مصر قد نختلف مع اه اه اي شخص سواء هذا الشخص في الحكم او برا اه الحكم وده مبدأنا في المهجر من اه سنوات اه سنوات طويلة واتذكر ان احنا في سنة على ما اعتقد الفين وتمانية لو حضرتك تفتكر الحرب الحرب الاسرائيلية كانت في غزة تقريبا الفين وتمانية والفين وتسعة وكانت مجموعات ضغط كبيرة بتحاول تضغط على مبارك علشان يخش الحرب وساعتها كنا بنساند النظام المصري وبنقول وبنقول انه جيش مصر لحماية ارض مصر فقط وكنا متفقين مع مبارك برغم اختلافنا معه في كل في نقاط كتيرة لكننا كنا متفقين معه في هذه النقطة اه استاذ سعيد ايه اللي خلى حضرتك تبدي مشاركتك في مؤتمر كهذا وانك انت تتحمل مشقة السفر اه خمسمائة كيلو علشان اه وتسيب مصالحك في قطوة وتيجي تحضر هذا المؤتمر في اه تورونت اولا يعني لان هو فيه طبك يؤمنيني جزا مشهود عن اخبات يعني مدخل من حريات الدينية في مصر ايوا وانا مهتم بالحريات الدينية طبعا يعني اختفى بالاسلام السياسي وبالعضية غيث يعني واعطفت ان انا عندي كلام مهمة بالمسؤال دي اه فمسألت ازراء الاديان دي وش الافض يعني دي بالتعبير المصري دي وش الافض لكن هي تعبير عن الهيار الحريات الدينية في مصر مش بس في الواجب المسيحيين لكن في الواجب كمان المسلمين وفي الواجب كل بايد المصريين لان واحدة من الاكاديب الكبرى اللي احنا بنعيش في مصر او كتير بيرددوها اللي مصر فيها مسيحيين ومسلمين بس نجيلوا جزوبة كبرى نعم مصر فيها اديان كتيرة وفيها معتقدات كتيرة وفيها ملاختة وهي حتى على مستوى المسلمين الشيعة فاذا كنا احنا مثلا يعني مع حرية انتخاذ الدين الاسلامي او حرية انتخاذ التاريخ الديني الاسلام او حرية انتخاذ البخاري او غيره فياجب ان احنا يكون عندنا حرية انتخاذ المسيحية كمان وحرية انتخاذ الكنيسة وياجب كمان ان احنا نذكر عن حق بايد المصريين وحرية الدينية انه ما يختار الدين إلا على ما لكهم اللي يعجبهم يعني يعني الحق البهائلين حق الملاحة حق الهود يحوى وحق طواقف كتيرة جداً في مصر فهنا الحرية مستجزاش واحدة من المغالطات التي يجينا اللي احنا بنقع فيها ان احنا وخاصات اللي يعني انتقاءنا المسيحيين ومزيداتهم او يعني كلنا الحقيقة مش عدس المسيحيين يعني النخبة بتقع في فخ انها تدافع عن الفريق اللي امها بس لكن مستفعش عن شائط الخرق فاعديد نسال محسنة بحثنا بزيارة البسطور حصل بسطورة صينية في مصر ما بيني كينيسة وما بين الازهر ودي كارثة كبرى لان مصر مش كينيسة وازهر بس مصر فيها طواقف ثانية كتيرة جداً دي ما بقولنا بحضرتك فيها فهو مضوع الزراع باديان دوت جزء او حتى جالريات كارثة او ازمة غياب الحريات الدينية في مصر وده طبعاً جزء من الحرية والتعديل والتنظيم الغيظة في مصر واللي بيتقل من السحاب المسحاب بدايتها بشدة خاصة في عهد النظام الحالي ودينا الحاجات المؤسفة لان المصريين طلعوا ثورتين ثورة منايف وثورة ثلاثين ستة من اجل الحريات حضيات الدينية والحضيات السياسية يعني جنابين واحراف بس للأسف المسحاتي تتقلب مصر بطريقة يعني مخيفة أستاذ سعيد أنا بشكرك وأتمنى لك رحلة إلى تورونتو رحلة سعيدة وأتمنى لك مشاركة فعالة وإيجابية وصوتك يوصل لكل المستويات وأنت صاحب أراء لبرالية محترمة ونتفق معها بشكل كبير جداً ونتمنى لك التوفيق في كندا بإذن الله وتكون صوت مصري لبرالي محترم زي ما عودتنا دايماً وزي ما كنا بنتعلم منك ومن مقالاتك شكراً أستاذ سعيد وإن شاء الله نتشرف بك في المؤتمر ونلتقي بك على هامش المؤتمر يوم واحد واثنين أبريل معنا البشمهندس شريف سبعاوي أحد المنظمين وجوكر المؤتمر والحقيقة اللي بيبزل مجهود كبير عشان نتعرف إيه اللي ماشي في المؤتمر وإزاي نحجز تذاكر وإزاي نشارك في هذا المؤتمر بشمهندس شريف أهلاً بيك أهلاً بيك يا مدحب إزايك شكراً لك وشكراً على وجودك معنا النهاردة بشمهندس طمني إيه أخبار المؤتمر المؤتمر ماشي كويس آآ جداً يعني حسب ما احنا مرتبين تقريباً كل حاجة ماشي كويس آآ ترتيبات اللوجيستيكس يعني وصول الضيوف آآ آآ طبعاً الصحر على راحيتهم ترتيب جدوى المنظم آآ ترتيب كل الولاياتير اللي حيتابعوا معنا آآ أعمال المؤتمر وتنظيمه آآ طبعاً آآ كل حاجة من أول آآ يوم الجمعة اللي واحد فيه آآ اتنين سيشاً من عشر الصبح الأربعة ومن سبعة آآ اتناشر طعيبة آآ آآ يحبب المناقشات والآآ ورش العمل آآ ليه آآ يوم السبت الظهرة يعني احداشر اتناشر هيكون فيه مؤتمر فحقي آآ على بالليل الساعة خمس حيكون فيه آآ والمناقشات اللي حتن آآ فوزو بابليك اللي هي يعني ختام المؤتمر إن شاء الله آآ أيوة الدكتور هاني اتكلم اتكلم على فقرات المؤتمر بآآ وشرح الحقيقة آآ آآ باش محمد الشريف آآ يا ترى اللي عايز يشارك في المؤتمر يشارك ازاي؟ ويتصل بكم ازاي؟ وازاي يحجز مكانه؟ هو حضرتك لو دخلت على الديس بوك ودورت على ايجيبشن كوميونيتي جالا دينر حينزل الإفنت عندك على طول الإفنت عليه كل التفاصيل ياريت ننزل الإعلان على الشاشة شكرا شكرا يا مخرج زائد إن في عندنا هونلاين تيكتين يعني اللي عايز يحجز هونلاين اللينك مقبود على صفحة الإفنت ممكن يدخل يحجز على طول من غير ما يكلم حد يعني يعني باش مهندس باش مهندس شريف باش مهندس شريف بس عشان نتك على النقطة دي مهمة جدا والمجموعة العايزة تحضر مع بعضها يستحسن يعني تحجز الترابيزة العشرة تزاكر مع بعض عشري بوان بوعك تقدير عضو لان ببعض على نفس الترابيزة يعني لو مجموعها مع بعضها طب باش مهندس شريف إزاي يحجز اونلاين بليز يعني لأن دي مهمة مهمة جدا وبتوفر وقته وبتوفر دور اتحل طريقة للوصول لللينك من على الفيس بوك او حالة ايه حالة يعني منشورة في البرشور البوز اللي هو متشعر على الجروفات بكيه على النت لان هو لازم يكليك عليه اياه من على سناب سارجة نورس سناب نيو سيمر عملا نخدمة الحاجز الانلاين طويلة بس اتحل حاجة انا اتروح على بس على احجل اونلاين هتدخل على طول على الحاجز اونلاين اه 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 بش مهند الشريف يعني من كل قلبي بتمنى لكم نجاح المؤتمر واحنا معاكم وهنساعدكم على انجاح هذا المؤتمر بقدر الامكان انا كالنفسي اتكلم كتير مع حضرتك لكن ان شاء الله ممكن اه نعمل فرق اتفضل طبعا طبعا احنا حاولنا بقدر امكاننا الضيوف اللي سمح وقتهم انهم ايبوا المجموعة ديت مجموعة عليلة من عشر اه وقتهم ما سمحش سواه بقى وقتهم ما سمحش ياخذوا البيضة انت سقر فلاحنا بنقوله احنا نقول للناس يعني شاركو وتعالو وحايفا فيه جنتات تانية في المستقبل والعايد حد معين او فيه معين اه يقول لنا وبإذن الله نحاول نجيبه بس السؤالة من جنتينك عشان بايشجعنا ان احنا نعمل جنتات تانية ونجيب اه كل الضيوف لا ده يعني موضوع انك انت موضوع انك انت تجيب حد من مصر ده موضوع مسهل جدا مسهل ابدا المرة اللي جيبنا كلان وفلان المرة جاي نجيب كلان وفلان المرة اللي بعدها نجيب كلان وفلان لان اللي جنت لازم ينجح فانا اذا نعمل اليوم شكرا طيب باش محمد الشريف نتمنى لك التوفيق يا رب ونتمنى نجاح المؤتمر وان شاء الله كاميرات ابن البلد هتكون معكم تشارك في فعاليات المؤتمر وتنقل اه المؤتمر لكل المشاهدين في العالم كله طبعا اه انا عارف انه المؤتمر بيشغل بال الميديا اه المصرية والميديا الكندية والميديا الامريكية وان شاء الله هتبقى فيه تغطية للميديا على مستوى كبير جدا نتمنى لكم نجاح المؤتمر واحنا معاكم لغاية لغاية ما المؤتمر لغاية ما كلنا ننجح هذا المؤتمر ويكون نجاح المؤتمر هو نجاح للجالية لهو لهو ابطي ولهو مسلم ولهو حتى مصري المؤتمر شامل اه الجالية العربية بشكل عام ولهو ليبرال ولهو كونزيرفاتف ولهو اندي بي المؤتمر لكل الجالية العربية في كندا بمختلف انتمقتها اه الحزبية وان شاء الله يكون مؤتمر ناجح ويكون فعال ويوصل من خلاله صوت الجالية للحكومة المصرية والحكومة الكندية واسبات وجود اسبات وجود للجالية العربية اللي مع الدولة المدنية عشان نقول لهم احنا موجودين واحنا قوة فعالة الهيساهم في محاربة الارهاب في بلدنا احنا معاه وهنديله اصواتنا الهيساهم في دفع الديمقراطية والحرية في بلدنا احنا معاه وهنديه اصواتنا اللي هيقف مع مجموعات ارهابية وساند مجموعات ارهابية في سوريا او في العراق او في مصر مش هنديله اصواتنا ومش هنبقى معهم ومش هندعم هذه الاحزاب ان لم تدعم الحرية والديمقراطية وتساند التحول الديمقراطي الحقيقي في بلادنا الاصلي ان شاء الله هنكون معكم وهنسجل مع كل ضيوف المؤتمر انتظرونا ان شاء الله يوم الاسبوع القادم سنكون معكم واخبار جديدة عن المؤتمر واخبار تخص الجالية المصرية والجالية العربية في كندا الى ان نلتقي بكم مرة اخرى اترككم في رعاية الله وتصبح على خير شكرا كم